في حفل جوائز الألعاب بـ 12 ديسمبر 2019 أعلنت مايكروسوفت رسمياً عن مشروع سكارلت اللي اعتقدنا أنه رح يحصل على حملة تسويقية غامضة كما حصل مع السكوربيو لكن يبدو أنه مايكروسوفت كانوا حابين يكونوا واضحين معنا من البداية بما أنه جيل جديد كلياً الجهاز اسمه Xbox Series X فهل كان إعلانه موفق؟ وهل كان اختيار الاسم حلو؟ طيب اختيار توقيت الإعلان شو مشان اختيار التصميم؟ كتير من الأسئلة ستتم إن شاء الله مناقشتها بهذا الفيديو شلوني معكن وأنا جدة هيك بعيداً عن المزح؟ لا بقى عالية ولا نشيلها؟ سلام عليكم Xbox Series X هو الاسم الرسمي لمشروع سكارلت بما أنه الاسم والشكل يعتبروا من أساسيات شراء الجهاز لكثير من الناس فخلينا إبدأ فيهم أول شيء بتصريح سابق لرئيس الأكس بوكس فل سبينسر قال إنه الجهاز القادم رح يحمل اسم وشكل يدلوا على قوته وبما أنه أنجح جهاز للأكس بوكس وون من فترة طويلة هو الأكس بوكس وون اكس ففضلوا إعادة استخدام حرف الأكس مرة ثاني لكن هالمرة بالجيل الجديد استخدام يدل على القوة فعلاً إما أنه إشارة منهم على نجاح الوان اكس وقوته الهائلة اللي طاغت على المنافس بلاي ستيشن فور برو أو بغرض استخدام حرف الأكس نفسه بما أنه رياضياً يستخدم بكثرة ويدل فعلاً على القوة لكن معقول ما فكروا بالموضوع من الناحية التسويقي يعني مايكروسوفت والتسويق حبايب صراحةً ما بعرف ليش مع الأكس بوكس تحديداً بصيروا حمقة لهالدرجة الاسم هذا عرضة للتشابه مع اسم الأكس بوكس وون اكس بسهولة خصوصاً أنه كلاهما أكس بوكس وكلاهما أكس أكاد أجزم أنه من أكبر أسباب فشل الأكس بوكس وون تجارياً هو اسمه فلما بيدخل المستخدم الغير ملم على المتجر وبشوف أنه في جهازين الأول اسمه أكس بوكس واحد والتاني اسمه بلايستيشن أربعة فعقله الباطن تلقائياً رح يقوله اشتري البلايستيشن لأنه الفور أكتر من الون وهون نحن مرة تاني بنتعرض لمشكلة الاسم فلما بيدخل نفس المستخدم هذا مرة تاني وبشوف أنه في جهازين واحد اسمه أكس بوكس إكس واحد اسمه أكس بوكس إكس لكن واحد أرخص من التاني فتلقائياً رح يعمل نفسه عبقرينه زمانه ويشتري الرخيص اعتقاداً منه أنه عمل معلم صفقة القرن وجاي بجهاز أرخص بنفس المواصفات قبل ما يجي هداك الصديق المخرب ويقوله لك لا أنت شتريت الجهاز القديم بصراحة هذا الشي من أكبر مميزات المنافس على منافسينه بوقت فضلوا فيه استخدام البساطة والترتيب بالمسميات مثل البلايستيشن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 والمنافسين واحد بيسمي لك 360 و 1 و سيريز اكس والتاني بيجيب لك 64 و 3DS و سويتش بدون مبالغة يا جماعة قد تكون هاي من أكبر أسباب نجاح البلايستيشن تجارية أما بالنسبة للشكل فهو فعلا يدل على القوة الجهاز يا جماعة صاير مثل الكمبيوتر المصغر دلالة منهم على قوته الكبيري اللي بتحسسك كأنك شاي البي سي وليس كونسل تصميم عبقرة فعلا لكن إذا كنت عبقرة مو معناتها أنك جميل قد تكون عبقرة لكنك قبيح وبهيك ما رح تلفت نظر البنات والبنات بحالتنا هون هني أيضا المستخدمين الغير ملمين بالمجال واللي بيهتموا بشكل كبير بالجمال وين بدي حط الاكس بوكس سيريز اكس لو اشتريته؟ مالو مكان عندي يا أخي هو وقفته الشامخة ها؟ يا أخي ليش هيك شكل الجهاز هادا؟ أنا مشتري جهاز ولا سبيكر مشان البارتي معا ليه بدي اسألك؟ هلا لو فتحت الاكس بوكس هادا بيطلع لي معالج ورامات وكرت شاشي؟ ولا بيطلع لي آيس كريم وحلويات؟ هالنوعية من السخرية المفروض انه تخلص منها الاكس بوكس من زمان المفروض انه نحاسبين حسابها خصوصا انه نعانوا من نفس السخرية بالجيل الماضي الرغم انك لو اجيت للمزبوط عمليا وتقنيا يبدو هيك انه الجهاز تصميمه ممتاز لكن شكليا معلم انت وين كان مخك لما صممته؟ اخر نقطة رح احكي عنا شكليا وتسويقيا هي سيريز واللي بالعربي معناها سلسلة الاسم هذا بيفتح تساؤلات هل في سلاسل اخرى؟ هل مثلا في اكس بوكس سيريز اس بحيث يكون اقل مواصفات لكنه سعره ارخص؟ هل ممكن يكون في اكس بوكس سيريز سي اختصارا لكلاود بحيث انه يتعامل مع الخدمة السحابية الخاصة بمايكروسوفت ويكون سعره كتير رخيص؟ هل ممكن يكون في اكس بوكس سيريز اكس تو ينزل مثلا بعد السيريز اكس بفترة وبمواصفات افضل؟ تساؤلات كتير رح نعرف اجابتها ان شاء الله باقرب وقت لكن جميل جدا انه زتتونا الاسم هيك بدون توضيح فعلي لحتى يبلش شغل الكونان معلم والتحليلات والتنبؤات والتحقيقات وهون بنجي لأفضل شغلي باعلان الاسم سيريز اكس بوجهة نظري على وهي موعد الكشف عنه مهما كنت شايف انه موعد الكشف كان سيء ومستعجل فيني اقنعك بكلماتي البسيطة خلينا ابدالك الكلام بمثال دائما بتلاقي اليوتيوبرز اللي ارقامهم عالي بيعملوا اعلانات لمنتجات متنوعة بقناته رغبة للمعلن انه يجي يعلن عند واحد عنده ارقام عالي وبتابعوه ناس كتير بوقت انه اليوتيوبرز الصغار شروا حكايته مقضينا تحت رحمة الواتش تايم وكم اعلان رح يطلع بالدقية انتي كصاحب منتج هل رح تعلنوا عند ناس already بيعرفوه ولا بتعلنوا عند ناس ما بيعرفوه مشان يتعرفوا عليه وهل انتي كصاحب منتج بتعلن عن منتجك قدام الف شخص ولا قدام ميت الف شخص ايوا وهون انا بأيد مايكروسوفت باختيار الجيم اووردز 2019 تحديداً للكشف عن الجهاز فمن ناحية المشاهدات هو اكتر ما كان بيتجمعوا فيه الجيمرز بنفس الوقت ومترقبين سواء الجوائز او التريلرات اكتر اكيد من المعرض الخاص بالاكس بوكس اللي هو الاكسو ناينتين اكتر طبعاً من حلقات الاكس بوكس اللي ما احد يبتفرج له غير العشاق المتيمين واقل تكلفة من انهم يعملوا مؤتمر كامل بس مشان يعلنوا عن السيريز اكس المكان الوحيد اللي راح يجيب لهم مشاهدات اكتر من الجيم اووردز هو اي ثري ومستحيل يتأجل الكشف عن الجهاز لهذاك الوقت صح؟ اما من ناحية الجمهور فاكاد اجزم انو الاعلان هون تحديداً كان مقصود بعمرك سألت نفسك مين الفانز اللي متحمسين يتابعوا حفل الجوائز 2019؟ ببساطة هني اما عشاق نينتيندا وسوني بما انو العابهم كتير مرشح على جوائز ومتحمسين يشوفوا شلون عم تفوز وتتتوج او حتى يشوفوا اعلانات العابهم المفضلة عم تطلع قدامهم واما انهم جيمرز عاديين ليسوا فانز لجهاز معين لكنهم ما عندهم اهتمام بالاكس بوكس اما فانز الاكس بوكس نفسهم فما بيعتقد انهم متحمسين للجيم اووردز 2019 اصلا بما انو المساكين لا عندهم العاب كتير مرشحة ولا عندهم تريلرات لالعاب جديدة ممكن يكونوا متحمسي لها ولا عندهم شيء وهون بيجينا اعلان الاكس بوكس سيريز اكس بمكان مليء بالاشخاص الغير ملمين بالاكس بوكس لانو هادا اللي بدهم يا مايكروسوفت صح؟ تعلن عن جهازك عند الناس اللي ما بيعرفوه لحتى يتعرفوا عليه وتمسكهم وتشدهم فيو او بالانجليزة يعني تخليهم هوكتب واللي بيأكد كلامي هادا انو مايكروسوفت ما استعرضت السيريز اكس لحاله بل استعرضت معو اللعبه ومن بين كل الالعاب اللي قيد التطوير للاكس بوكس الجديد بل وحتى في بعضها اكثر جاهزيه وقع الاختيار على لعبي وحدي واللي هي هيل بلاي 2 اللي اغلب فانزاتها من البلاي ستيشن عن رغم انو هيل بلاي 2 فعليا لسه مطولي لحتى تنزل لكن استخدامهم الها تسويقيا كان عبقري بدك تلعب الجزء التاني من لعبتك المفضلي؟ تعالي يا حبيبي على السيريز اكس وهني هيك طبقوا مقولة فاجئ الخصم واعلن عن منتجك الخاص بوسط عشاقهم ومتابعينهم بصراحة مهما كنت شايف انو الاكس بوكس سيئين فما فينك تنكر عبقرية الحركة هاي لانو الحركة هاي مو بس اعطت افضلية للاكس بوكس امام عشاق البلاي ستيشن بل ضغطت على سوني حتى تعلن عن جهازها اللي ممكن لسه ما يكون جاهز للكشف وهيك رح يعلنوا عنه بشكل غير مكتمد ويظهر بصورة ضعيفة او انو عندن خطة للكشف مستقبلا ويظلوا ماشيين عليها بدون تغيير وبدون خوف يعني وهيك هني عم يسلموا الاكس بوكس افضلية قد لا يحلم فيها الاكس بوكس نفسه ولو تلاحظ هني فعليا ما اعلنوا عن الجهاز هني فقط عطونا شكل الجهاز واسمه الرسمي لا في مواصفات ولا موعد اصدار ولا سعر ولا اي شيء بس هالشغل البسيطة وعلى بساطتها الا انها شكلت ضغط كبير على المنافس هذا غير انو الاكس بوكس عملوا حركة صائعة صراحة انو نستخدموا كل عبارات التسويق الممكنة لما كشفوا عن السيريز اكس جهازنا هو اسرع واقوى واحسن واطول وامتن وافضل جهاز بالعالم هالشي هذا رح يخلي سوني لما تعلن عن جهازها ما تستخدم نفس العبارات ليش؟ لانو بكل بساطة لو استخدموا نفس العبارات رح يبينوا قدام المتابعين بانهم مقلدين وعم يقلدوا اسلوب اعلان الاكس بوكس مرضو في ميزة حلوة باعلان الاكس بوكس الجديد بالفترة هاي واللي هي انها حركت الجيمينج هيك يعني والجيميرز وصاروا يحكوا نقاشات ومين جهازه افضل والتوقعات ومدرشوه وعاد معلم هاي احلى شي مو التوقعات لا احلى شي انو ضمنتلي نزل فيديو جديد بفترة الفيديوهات راكدي فيها بشكل عام الكشف عن الاكس بوكس سيريز اكس كانت خطوة موفقة بوجهة نظري اثرت عليها بعض المشاكل قد تكمن بشكل كامل باسم وتصميم الجهاز لكن هادا مو المهم الاهم هو رأيك انت عزيز المتابع اكتبولي رأيكم بالتعليقات بالكشف عن السكارلت وسؤال مهم هل بتعتقدوا انو هادا هو البروجيكت سكارلت ولا بتتوقعوا انو فيه جهاز اخر او فيه هيك شي توست معين لسه ما اعلنوا مايكروسوفت اتمنى يكون هادا التحليل والنقاش عجبكن واستمتعته فيه وانبسطته منه لا تنسوا تحطولي لايك على الفيديو اذا عجبكن تشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات مشان اول ما نزل فيديو جديد بيوصلك الاشعار شكرا كتير لكم على المتابعة ونشوفكم ان شاء الله في قادم الايام سلام عليكم